السلام عليكم وحك الله وبركاته معكم ندود المشح من قناة يسر ان شاء الله اليوم سنكمل شرح الفايناجر اكاونتنج شابتر ثري الادجستنج قبل نبدأ اذا خلصتم ذاكرا حاولوا ترجعون الكتاب تقرون منه شوفوا اذا في معلومة من قالت حاولوا تركزون شوي الكتاب لانهم ركزوا عليها الحين وشوي في كلمات ممكن ما انطقها زين في هذا الشابتر بس مشو موضوع فنبدأ هنا Learning Objective 1 اللي هو إكسبلين Accrual Basis of Accounting and the Reason of Adjusting Entry هنا عندنا Time Period Assumption هذا أول شيء اللي هو الفترة الزمنية أو طبعاً الافتراضات لفترة الزمنية يقول هنا بس أنه Accountants اللي هم المحاسبين يقسمون أن Economy Life of Business اللي هي الحياة الاقتصادية Into Artificial Time Period اللي هي إلى فترات زمنية مصطنعية هنا عندنا Physical and Calendar Years أول شيء Accounting Time Period or Generally يعني عادة ما يكون إما Month أو Quarter أو Year يعني يا سنة يا ربع سنة يا شهر هنا يقول أن ترى المنثلي and quarterly اللي هو الشهري والربعي Time Period It's called Entry Entry ما توقع Period اللي هي فترات مؤقتة خلنسمحها Entrym Entrym period اللي هي فترات مؤقتة Most large company Must prepare both Quartillery and Anual Financial Statement أغلب الشركات اللي تكون مرة كبيرة يسوون القائمة المالية حقتهم كل ربع سنة وكل سنويا يعني بعدين عندنا الفيزيكليير الفيزيكليير هذي اللي هي السنة المالية He is accounting time period That is one year انلنت هي السنة المالية للمحاسبة وتعتبر سنة واحدة يعني طولها سنة واحدة هنا مثلا الشركة سنتها المالية الفيزيكليير حقتها تبدأ ب22 فبراير وتنتهي ب31 جنواري بس في الكالندر يير هنا يقول انها تراها from 1 جنواري to 31 ديسمبر فهنا الفيزيكليير تعتمد على متى الشركة يبدون سنتهم المالية بس الكالندر يير لا هي ثابتة من 1 جنواري ال 31 ديسمبر بعدين هنا يقول sometimes a company year and welfare from year to year يعني ممكن لها تتغير من سنة لسنة او تختلف من سنة لسنة اللي عشان ممكن البريد اللي هم الفترة المحاسبية حقتهم تختلف اما تكون سنة 52 اسبوع وسنة 53 اسبوع بعدين هين عندنا الاكرويل basis accounting اللي هين محاسبة على رصاص الاستحقاق اللي هي يقول اول شي عندنا ان الترانزاكشن are record in the period in which the event occur اللي هي يسجلون الترانزاكشن في الفترات اللي يصير فيها الحدث اثنين ان الكمبانيز recognize the revenue when they when they preform surface later than we they received cash ان الشركات تعترف بالارادات او ترجموك الارادات لما يدون الخدمات preform surface مو لما يتلقون في هذا الاساس شيء ثاني في هذا الاساس the expense are recognized when the incurred خلنا لبستي incurred incurred rather than when paid ان يسجون المصروفات او يعترفون بالمصروفات لما تتكبد عليهم مو لما يدفعونها لما يعني يصير عندهم capabilities هنا لما في ال revenue زي لما اللي هي زي الaccount receivable يدفعون بعدين اقدم لهم بس ما يدفعون فيصير account receivable بعدين بستقبل ال expense نفس شيء لما يكون انا عندي expense مثلا salary wages انا ما بعد اتفح للعمال تعتبر level تي علي بعدين هنا accrual basis accounting accordance with IFRS اللي هي المحاسبة هذه accrual basis المحاسبة على اساس الاستحقاق تتوافق دائما مع IFRS اللي هو قاعدين حنا نشتغل عليها النوع الثاني عندنا الكاش basis accounting اللي هي اساس المحاسبة بس النقدية هنا ما يستجلون ال revenue الا لما يستلمون وما يستجلون ال expense الا لما يدفعون تمام وهذا النوع اللي هو cash basis accounting مو accordance with IFRS بعدين هنا عندنا revenue recording recognition principle اللي هو مبدأ الاعتراف بالإرادات هنا يقول لنا ترى الشركة الشركات recognize the revenue in the accounting period in which the performance obligation is satisfied يعني ان الشركات تعترف بالإرادات في الفترة المحاسبية اللي يتم فيها الوفاء بالالتزام حق الاداء هذا او بالالتزام بالخدمة او الابلغيشن اللي عليهم الشيء الثاني ان الكمبني satisfies 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 it's reformed عفوا it's reformance obligation by performing a surface or 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 here يقول ان الشركات متى تفي بالالتزام عفوا تفي الشركات بالالتزام للمتى لما تأدي الخدمة من خلال انها تأدي الخدمة او وتقدم السلعة للعميل فهنا عندنا توضيح يعني يقول لنا هنا الكاستمر request service طلب خدمة فيروحون الشركة ويسوون satisfied performed obligation يسوون الخدمة اللي هو طالبها او يبدون باداءها بعدين ال cash received يعني متى هنا هنا يبدون يسجلون لهذا مو لما يستلمون عادي ينتظرون يصير account receivable هنا عندنا expense recognition principle متى يسوون expense recognition لما effort generated revenue لما يبدلون لما يبدلون يبدلون effort عشان عشان يسوون او يخلقون اراد فهنا عندنا advertising delivery utility لما يسوون هذه expense هذه كلها عشان مثلا يسوون delivery عشان يوصلون السلعة والسلعة هذي بتطلع لهم revenue عرفتو فالexpense recognized when effort are made are made انتبهوا to generated revenue يعترفون او recognized لل expense لما يسوون effort عشان يولدون هذا revenue revenue عندنا five step revenue recognition process هذه خمس خطوات عشان يعرفون revenue هنا في سالفة ان هذه يتقدم خدمة العائلة بقيمة 1500 الخدمة هذه provide guide serviced for one week backpacking get drop بتسوي لهم عشان تقدم خدمة ارشادية الرحلة معينة لهم المدة اسبوع مقابل 1500 يورو ففي five step يسوون ها عشان recognized revenue اول شي identify the contract with the customer تبدأ تسوي العقد مع customer ويكون مثلا وطبعا contract هذا هو agreement between two particle that create enforceable right or obligation يعني بين شخصين او بين يعني two particle عشان obligation يسوون obligation فهنا كان obligation اللي بينهم ان هذي سيرة بتسوي بتسوي اللويز family providing guiding service الstep الثانية identify the separate performance obligation the contract لما يكون عندنا مثلا هي هذي خدمة بالحالة هذا obligation بالحالة تعاقد بالحالة بس لما هي تقول والله أنا ببيع لكم مثلا اداة تخيم زي ما هو مكتوب هنا فهذا يعتبر obligation ثاني تفصل عن obligation الاول يصر هذا عقد بالحالة وهذا عقد بالحالة هذا contract بالحالة وهذا contract بالحالة ثلاثة detainment the transaction price يبدون يحددون الخدمة وكمل amount حق الموني اللي بياخذون عشان من customer exchange لل good or service اللي اللي رح تقدم هذي هنا كانت بتاخذ 1500 step الرقم 4 allocate the transaction price that spread the performance obligation لما يكون عندها مثلا اكثر من خدمة تاخذ على كل خدمة ال price حقها فتجمع لهذا على حسب ال obligations اللي عندها steps 5 recognize revenue when each performance obligation is satisfied تسجل revenue تقول ان والله revenue حق 1500 لما تسوي الخدمة لو ما تسوي لهم guide لل service هذه فمو لما يعني تستلم عادي بعدين تستلم يصير account receivable هنا نفس الكلام اللي يتو ينعاد يقول ان time period assumption قال ان economy life business can be divided into artificial time period قلناها قلنا revenue recognition principle اللي هو لما يسوون preform obligation والexpense لما that effort made to generated revenue فالexpense يعتبر معتمد على revenue revenue and expense recognition it's accordance with international financial reporting اللي هو standard اللي هو الف عدين هنا عندنا الشيء الثاني اللي هو adjusting entry هو يعتبر اسمه يعني بالعربي تعريفة تعديل المداخل او تعديل الاتخالات هنا في الضبط هذا او في التعديل ensure that revenue recognition and the expense recognition principle are full بس نتأكد ان المبادئ اللي كتوقنا عنها تراهم متابعة يعني تابعينها صح required every time a company preparing financial statement مطلوب كل مرة الشركة قاعدة تتوي قائمة مالية every adjusting entry are include one income statement account one statement financial account في adjusting entry عندنا حسابين رح يتأثرون ونعدلهم واحد دائما يكون من income statement ي اما revenue ي اما expense واحد يكون من financial position statement of financial position اما equity اما liability اما asset طيب هنا the need for adjusting entry الحاجة عشان نسوي ال adjusting entry ليش هو اساسا مطلوب واحد عشان some events are not recorded daily because it's not efficient to do انو في بعض الاحداث او transaction ما نسجل ها يوميا لانها ما هي بالكفاءة اللي تخلينا نسجلها كل يوم اثنين some cost are not recorded during the accounting period because those costs expire with the passage of time rather than resulting of according daily transaction يقول ان ترى بعض التكاليف ما تتسجل خلال هذه الفترة المحاسبية لان ممكن هذه التكاليف تنتهي مع مرور الوقت يعني بس مو نتيجة انها معاملات يومية متكررة لا ممكن مثلا insurance والهذه شيء مو يومي بس انه ينتهي يعني ثلاثة some items may be uncurred unrecord يعني ممكن بعض العناصر ما تكون مسجلة فاشان كده حنا نسوي هنا عندنا type for adjusting entry عندنا two types عندنا deferral وعندنا accrual الدفرال اللي هو التأجيرة التأجيلات شيء مؤجل يعني مدفوع بس مؤجل paid in advance عندنا نوعين prepared expense unearned revenue المصروفات اللي تدفع مقدما هي expense paid in a cash before they are used or consumed يعني مثال عليها لما انا ادفع insurance مثلا انا دفعت كامل بس انا يعني لا لا دقيقة خلبي اقول مثال علي supplies انا مثلا بشتري اقلام الشركة كل الاقلام هذي انا دفعت قيمتها بس مو كلها بستخدمها في لحظة واحدة لا بستخدمها بفترات متعددة فهي ادفعها قبل لا استخدمها un earned revenue مثل اللي هي الارادات الغير مكتسبة هي مبالغ او cash received before safe are preformed يعني cash استلمه قبل لا اسوي خدمة مثل account receivable لا عفوا مو account receivable مثل يكون علي ability مثل لما انا اروح مثل مثال عليها انا كشركة جاني عميل وعطاني عطاني فلوس وقال ابغى تصمموا لهذا الشي انا اقول له الله ما قدر اصمم لك يا الا بعد شهر بس هو دفع فانا يصير هذا un earned revenue يعني انا جاني الفلوس بس انا باقي ما بعد اقدم للخدمة الا accrued اللي هي المستحقات مستحق يعني نت نت بايد لي ما بعد الدفع او نت بايد لل expense فعندنا اكرو اه عفوا دقيقة خلنسمحها اكرو عندنا اكرو revenues وعندنا اكرو expense الاكرو revenue اللي هي الارادات اللي تتراكم علي مثل اللي هي ايش اللي هي revenues for service preformed but not yet received الكاش انا يعني اغادات خدمات معين انا سويتها بس باقي ما استلمت فلوسها ولا بعد سجلتها الاكرو الاكرو اكسبنس هي اكسبنس ان 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 كور ان كور ان كور but not yet paid in a cash or recorded هي ايش هي مصروفات تتكبد علي باقي ما استفعتها نقدا وباقي ممكن ما سجلتها فيعني عفا الاكور revenue مثل account receivable تمام بس الاكور expense يعني تعتبر توقع يعني تعتبر زي لابلتي علي انه انا قاعدة مثلا عندي عندي ديون وعندي اشياء لازم ادفعها ومصروفات بس باقي ما دفعتها يعني انا ممكن اكون استخدمتها بس باقي ما دفعتها هذا بعد ما اضفو ل هذول ال ال عندنا prepaid insurance زي ما تشوفون prepaid insurance يعني prepaid expense يعني expense انا انا دفعتها بس باقي ما استخدمتها اللي هو التأمين انا ارند سيف 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 يعني سوت خدمة بس باقي ما استحقتها باقي ما استلمت الفلوس هكذا هذا هل كان learning objective 2 الحين learning objective 2 prepare adjusting entry for a difference اللي هو نسوي هذا الضبط للمؤجرات اللي هنا اللي توأخذناها هذي اللي paid in advance اللي هي الprepared expense وال unearned revenue هنا يقول لنا difference هي expense or revenue that are recognized at a date later than point when a cash was originally exchanged يعني ان expense والrevenue for difference recognized يعني يتم الاعتراف فيها بتاريخ لاحق أو وقت لاحق ليه متى يعني وانذا cash was originally exchange يعني عندما يتم فيها ان نستبدل النقد في هذا في الخدمة أو في expense فقلنا عندنا النوعين اللي prepaid expense اللي هو cash بعدين اقدم الخدمة عليه ويكون asset unearned revenue اخذ cash بعدين اقدم للخدمة طيب النفقات اللي تندفع مسبقا يعني اما انها تنتهي صلاحيتها بمرور الوقت مثل الايجار مثل insurance التأمين أو through the using أو من خلال الاستخدام مثل supplies بعدين هنا يقول لنا prior to adjustment الasset are overstated يعني مبالغ في المصروفات أو في الasset يعني في الاصول عفوا الasset في الاصول مبالغ في الاصول and the expenses are understated اللي هي المصروفات أقل من قيمتها الحقيقية هذا متى هذا قبل لنسوي لها تعديل فإحنا ليش نسوي لها تعديل عشان نوازن هذا الشيء عشان ما يطلع أنه والله أنا عندي أصول أصول كثيرة وش اسمها وعندي expense ما رضا قليلة بشكل يعني مبالغ فيه فكيف نسوي ال 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 عندنا زي ما قلنا عندنا 2 account يتأثرون واحد في ال income statement واحد في statement of financial position في ال prepared expense اللي بيتأثر في ال income statement اللي هو ال expense رح نسوي لها دبت عشان يزيد لأنه understated في statement of financial position في ال asset رح سوي لها credit عشان نقللها لأنها overstated تشوفون هنا في ال ال prepared expense أول شي كانت في ال adjusting balance رح نسوي credit لل adjusting entry أقلل عشان النقصة وراح نسوي دبت لل adjusting عشان نسوي العشان نزيد ال expense تمام كذا إن شاء الله واضح من الأمثلة مو الأمثلة هذا أول مثال طبعا على prepared expense عندنا مثال ثاني يلي هو supplies يقول هنا companies recognize supplies expense at the end of the accounting period not as the supplies are used supplies اللوازم يعني يقول لنا أن الشركات تعترف بال expense بالمصروفات في نهاية الفترة المحاسبية اللي عندنا مو كل مرة يعني مو بكل مرة أنا قاعد لأستخدم أروح أعدل كل مرة أروح أعدل لا أنا والله كل مثلا كل ثلاثة شهور يعني كل ربع سنة أروح أسوي قائمتي المالية فبعد كل ثلاثة شهور أشوف أنا اللوازم اللي أنا قلت عندي واللي استخدمت واللي استهلكت وأسوي adjusting entry لل supplies في supplies عندنا اللي بيتأثر في income statement عندنا expense expense رح يتأثر رح يصير لدبت ليش يصير لدبت عشان يزيد لأنه ما دي شرحينها هنا لأنه يعتبر understated يعني انقليل واللي بيتأثر في statement of financial position عندنا supplies ف supplies رح نسوي لها credit لأنها طبعا تعتبر asset فلما نسوي لها credit رح تنقص ف إحنا هي أساسا supplies كانت overstated فأنا نقصتها و كده أسوي adjusting entry طيب عندنا هنا example على supplies كيف بنسوي الحياني adjusting يقول لنا اليوم أن الشركة هذه ما دي اسم هايزك ما دي اسم ها advertising purchase supplies شرط supplies costing 2500 تمام مت في اكتوبر 5 الشركة هذه recorded the purchase by increasing يعني دبت في الاسد سبلايز يعني لما سجلتها صار عندنا زيادة في السبلايز يعني on first ated في الاسد يقول يقول ان this account show balance of 2500 in the October 31 trial balance يقول ان هذا سبلايز ظلع لنا balance قيمة 2500 في اكتوبر 31 لما سوينا trial balance ظلع لنا انه 2500 the infantry اللي يقوم حقين مجرد count at the close of business in October 31 reveals reveals يعني اكتشفت that 1000 of sublai are still on hand خلين نقول لكم ايش صار الشركة في 5 اكتوبر شرت سبلايز بقيمة 2500 وسجلتها على اساس انها asset فصار عندنا increase debit في الاسد بقيمة 2500 لما سوينا trial balance ظلع عندنا في بال asset 2500 يعني في balance حقها في يوم جاء حق الجرد وشيكوا على ال count اللي عندهم في السبلايز اكتشفوا ان عندهم طبعا 31 اكتوبر اكتشفوا ان عندهم بس 1000 sublai ستلي يعني انها ففي 1500 مو موجودة استهلكت في يقول how do how do you record the adjustment for sublai فوش سووا انه قال لو ترى في basic analyze قالوا ترى expense supplies increase يعني زادت بقيمة 1500 اللي هم استهلكوها لنما نقصنا 2500 2500 نقصنا منها 1000 عشان نعرف ايش اللي استهلك ترى 1500 1500 هذه تراها تعتبر expense والاس عندنا supplies decrease بقيمة 1500 فنجي نسويها في ال equation عادي نقصنا من السبلايز بقيمة 1500 وزدنا في expense طبعا السالب عشان هذا زي ما كان قبل فايش راح نسوي في adjusting entry راح نسوي debit يعني increase لل expense بقيمة 1500 وراح نسوي credit لل asset اللي هي surprise بقيمة 1500 ليش سويت هذا كله دعو نشوفوها هنا surprise expense بقيمة 1500 سونا لها debit surprise العادية اللي هي في الاس بقيمة 1500 لماذا سويناها عشان نسجل السبلايز اللي استخدمناها عشان ما يصير عندي asset مرة كثير بشكل مبالغ فيه و expense عندي قليلة يعني اوكي هو شي ممكن يكون شي كويس بس لا هو مو منطقي وله معقول يعني وله معقول عندي هذي كل السبلايز بس أنا ما أجي أستخدم ما ألقوهم وين يعني سويت لها credit يعني نقصتها بقيمة 1500 فالبالنس عندي بالنهاية طلع 1000 هنا في السبلايز expense أنا سويت لها debit بقيمة 1500 زدتها بقيمة 1500 فالبالنس حقها طلع 1500 الحين نجي للإنشورنس سيلي هو التأمين التأمين يقول the cost of insurance paid in advance and recorded as increased يعني debit في asset account prepared insurance هنا يقول لنا إن cost حق التأمين يندفع مقدم يعني يندفع قبل لتسوى الخدمة كاملة يندفع كامل يعني ويتسجل كasset ب مسمى prepared insurance الأكاونت حقه وإن يسوي debit يعني يسوي increase في هذا في الاسد اثنين يقول at the financial statement date بالليوم اللي يسوون في financial position statement companies increased يعني to debit للإنشورنس expense تمام and decrease to credit للprepared insurance for the cost of insurance that has expired during the period يعني مثال عليها أنا كشركة شغلت insurance زي ما هنا تشوفون بأربعة كتوبر تمام بقيمة هو مثلا قيمة زي مثلا هنا قيمة 600 تمام أنا أقول ال600 هذي رح أقسم ها على 12 ف بتعطي لي 50 حلوين أنا كل شهر رح أدفع 50 ريال أنا دفعتها وخلصت بس أنا كيف رح أقلل عندي ال asset كيف رح أشيل ها لل expense ما يصلح من بداية السنة أحط أن عندي expense 600 يعني تون قلني يفتح يعلي على 600 لأ حلو من كل فترة تزيد لأن ممكن تنقص فعشان أضبط أموري المالية فأنا أنا مشيت شهرين اللي هو أنا بداية مثلا في شهر 1 جنيوالي يوم جاء شهر 3 بداية نهاية شهر فبراير يعني 31 ما ليش يعني الخط دقيقة 31 فبراير ما أدوش في فب طيب في 31 فبراير أقول والله أنا كل شهر أدفع تقريبا 50 كأني أدفع 50 فبضربها ب2 طرع دمية أنا راح أروح أسوي راح أسوي دبت يعني لل راح أزيد ال و راح أسوي يعني طبعا لل لل يعني يعني راح أقللها تمام فهنا زي ما تشوفون اللي في الأكاون في الإنكم ستيتمنت اللي هو الأسات اللي هو ال راح نسوي لكريدت فينزل فيقل يعني واللي في ستيتمنت وفيناش البوزيشن عندنا لما نسوي لها دبت يعني راح نزيدها لازم ننتبه هالتاريخ هذه مهمة في الإنشورنس مرة مهمة التاريخ ومتيبدأ ومتيينتي مثال عليها شركتنا العزيزة في 4 أكتوبر في 4 أكتوبر ادفعت 600 for one year fire insurance policy ادفعت 600 في 4 أكتوبر الإنشورنس حق الحقيق حق الحريق لمدة سنة التغضية حقتها الإنشورنس هذا تبدأ ب1 أكتوبر كأن الشركة بدت تشخرها يعني فالشركة the payment by increasing يعني دبت الprivate insurance فراح تحط 600 في الprivate insurance يعني سوت لها دبت رفعتها فيقول لنا هنا how do you record the adjustment for insurance وش راح نسوي راح نقول أن بعد شهر بعد ما خلص شهر أكتوبر أنا دفعت أساسا 600 تمام وقسمت على 12 طلعت لـ 50 فأنا لما خلصنا أكتوبر فأحنا بنتعامل مع الخمسين حق الشهر الواحد راح نقول أن الاسد راح أسوي لها راح أنقص الاسد اللي هي البراد insurance بقيمة 50 يعني راح أسوي لها credit وراح أزود عندي بإني أسوي لها بقيمة 50 تمام فزي ما تشوفون هنا زي ما هنا قال زي كلامي وبعدين هنا سوى لها دبت لل expense وبعد insurance سوى لها credit عشان يقللها زي ما تشوفون هنا في adjusting في posting كانت 600 فوح 30 أكتوبر صارت 50 سوينا لها credit بقيمة 50 فصار الbalance حقها 550 الشهر اللي بعد راح تصير 500 ليش لأن راح أسوي هنا بوضو adjacent بقيمة 50 هنا insurance expense زعب لأيش 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 راح يصير لأيش كيف صار 100 لأيش لأيش أسوي برضو adjusting بقيمة 50 في اكتوبر نوفمبر مديه 30 ولا 31 تمام تمام خلصنا الحين التأمين طيب أتأكد باسم مايك عندنا depreciation الملموسة اللي هي triangle asset هنا يقول لنا أن depreciation طبعا depreciation بمعنى الاستهلاك أو الاهلاك فيقول أن depreciation is an allocation concept not evaluation concept ما أعرف شونا أقولها بالعربي بس أن هو يعتبر مخصص مفهوم مخصص مو يعني مو تقييم شي زي كده يعني بس أعرفوا أن allocation concept خلاص ممكن يجي خيارات شي ثاني يقول أن depreciation allocated an asset cost يعني يكون بال asset يتخصص يعني بال تكلفة الأصول يعني بشكل عام to the period in which it is used في الفترة هو يتخصص في تكلفة الأصول للفترات اللي يكون فيها استخدام يعني عرفته يعني مثلا أنه أنا دفعتها كامل فهو يتقسم أو يتخصص على كل مثلا شهر التأمين على شهر في السنة وبكل ما يستخدم رح يتسوي adjusting زي كده آخر شي يقول أن الاستهلاك ما يغير يعني الاستهلاك ما يغير أو ينقص سعر الشي لا بس قصدا بس قصدا أن ترا قاعد يتغير الأشياء يعني قاعد يروح للإكسبنس هذا كل أشياء أنا قاعد أستخدم ها قاعد أستهلك ها مو أن تغير سعرها صار بدل ما يصير 5000 صار 4000 أن قل سعرها لا مو عن قلة السعر عن أن استخدم ناها بس أن نأهلك نأهلك فمثال على عندنا يقول أن الشركة depreciation and equipment is 480 في الي or 40 per month how do you record the adjustment for depreciation هو الآن يبغانا نسجل الاستهلاك للشهر اللي عندنا ف نقول لنا بما أن depreciation فعندنا 2 accounts رح يتأثرون الأكاونت اللي في الأول اللي هو في الأصد اسمه accumulated depreciation equipment accumulated depreciation equipment اللي هو اللي هو هو أصل أصل يكون يعني هو كل أصل عندنا في الشركة بشكل عام عنده حساب منفصل اسمه accumulated depreciation هذا يكون عكس اللي عندنا فهو حساب credit يعني هو لما يزيد زويله credit يعرفتوا يعني لنا بالاسد بس عكس لأنه حساب منفصل عن الشي يعني منفصل عن ال equipment عكس ال equipment ف اللي بيتأثر هو accumulated depreciation equipment راح يصير لك credit اللي هون راح يزيد وال depreciation expense برضو راح يصير لها عفوا راح تزيد بس راح يصير لها دبت فهنا يقول بقيمة 40 اللي في الشهر وال asset equipment depreciation راح تزيد بقيمة 40 فنسوي debit لل expense debit لل expense عشان تزيد بقيمة 40 و credit عشان increase لل accumulated depreciation equipment بقيمة 40 وزي ما تشوفون هنا شوفوا الاكوب ما تغير ما جاء شي سعره ما تغير بس اللي تغير الاهلاك عندي فهذا هو ان شاء الله يعني يكون واضح فهنا عندنا يقول statement presentation يقول use 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 of contra account to هنا نستخدم حساب مقابل اللي هو accumulated depreciation equipment عشان عشان يعني عشان نوضح نوضح وش الاستهلاك اللي صار وش اللي صار وش التكلفة اللي راحت وش اللي بتروح المصروف وش ما الى ذلك فعندنا هنا يقول في شي اسم book value or carrying value هي difference between the cost العادي of any depreciable asset and related to equipment depreciation اللي هو هذي قيمة الدفترية هي الفرق بين تكلفة الأصلية حق اي أصل الأصل هذا قابل انه يستهلك يعني زي ما قلنا زي الطابعات زي المعدات زي الأكوب ونقص منا الاستهلاك اللي صار والاستهلاك اللي متراكم عليه زي ما تشوفون هنا equipment النقص منها لس l-accumulated l-accumulated depreciation equipment زي ما تشوفون زي ما تشوفون فال prepaid expense summary عندنا ال-example اللي قلنا عليه عندنا insurance supplies advertising rent depreciation كلهم اقدر اشتريهم مقدم prepaid اشتريهم مقدم بعدين reason for adjustment ليش حننسوي l-adjustment prepared expense originally record an asset account half being used عشان نقلل نسبة ال-asset ونحطها في l-expense وش كانت l-account قبل نسوي l-adjustment في l-asset كانت over-stated كانت مرض رم التفع و l-expense under-stated بعد l-adjusting entry شون نسوي راح نسوي لـ l-expense عشان تزيد راح نسوي credit l-asset l-contract asset اللي هو زي اللي هو l-accumulated عشان يقل وكذا نكون خلطنا l-prepared expense الحين نجي لل unearned revenue l-unearned revenue هي الإرادات غير مكتسبة وهي when a company received cash before services are performed لما نسترم الكاش قبل ما نسوي خدمة they record l-ability by increasing credit l-ability account called unearned revenue هم يسجلون على أساس انها التزام l-ability بحث انهم يزيدون يزيدون يسوون credit لحساب l-ability عشان يصير في account عندنا ازمان عند unearned revenue قولون ان قبل l-ability تكون overstated تكون مرة كثيرة علينا والrevenue تكون مرة قليلة understated فحنا لما نسوي التعديل عشان نبين لهم انه جانا revenue عادي وقللنا قللنا اه اش سمونها l-ability ليش نساها دقيقة l-ability المسؤولية علينا بسي ما نشوفون هنا في 2 اكتوبر cash received in advance جاهم cash in advance فازعد عندهم l-ability 31 same cifers has been performed يعني سووا بعضها فتروح للrevenue فنجي نشوف هنا يقولون في un-earned revenue وش اللي بيتأثر عندنا في income statement عندنا الrevenue راح يتأثر راح نسوي لك credit فلما نسوي لك credit راح يزيد وعندنا في financial position l-ability راح تكون كثيرة فنسوي لها debit عشان تقل زي ما تشوفون هنا l-ability سوينا لها debit عشان قلت وهنا revenue سوينا لها credit عشان زي un-earned revenue example عندنا example يقول ان افترض ان الشركة في 2 October لسه 1200 يوم جاي يوم 2 October سلم 1200 من هذا R Coin ما دي ما اسم مقابل انهم advertising advertising service يعني في 2 October الشركة جاها 1200 بحيث انها تتوي advertising service خدمة اعلانية الخدمة by December 31 يعني ما تخلص الا وقت December 31 يعني عندنا من 2 October ل2 November هذا شهر ومن 2 November لDecember هذا شهرين يعني عندنا شهرين بتخلص بيها يقول الشركة credited the payment to unearned service revenue this liability account show balance بقيمة 1200 يعني اللابلتي عندي بيان لي بقيمة 1200 يعني عالي يعتبر فمتها صار هذا في October 31 how do you record the adjustment for the advertising revenue اول شي انا عندي 3 شهور عندي اكتوبر نوفمبر ديسمبر هم عطاني 1200 اوكي انا كل شهر رح اسوي trial balance وراح اسوي قائمة مالية وزي كذا فانا احتاج اني ارتب اموري واقل المصاريفي واقل اللابلتي اللي علي فامسك ال 1200 هذي واقسمها على الثلاثة الثلاثة هذي بقيمة 6 شهور فطلع لي انه تراني كأني قاعدة اقل اللابلتي عليه بقيمة 400 كل شهر فشان نشتغل يقول the ability and earned safest revenue decrease بقيمة 400 في نهاية شهر اكتوبر and safest revenue increase بقيمة 400 سي ما تشوفون هنا فايش سوينا سوينا debit عشان نقلل اللابلتي بقيمة 400 اللي هي unearned service revenue وسوينا credit عشان نزيد ال revenue في service revenue بقيمة 400 زي ما تشوفون هنا وفي البوستين شوفوا unearned revenue في بداية الشهر كان 1200 حلو طبعا هي البلتي 1200 بدأة الشهر مالله كثيرة في يوم جاء نهاية الشهر نقصنا منها سوينا لها دبت بقيمة 300 فصارت 800 يعني انقصت عندنا اللابلتي بس service revenue كانت مثلا هم بالشركة كانت 10,000 فيوم سويت لها credit يعني لما زدتها بقيمة 40 صارت 1400 فصادت فنجي لل accounting for unearned revenue يعني السمري حقها يقول لنا الـ مثل rent المagazine subscription اشتراكات اشتراكات سبسكرايب بريشن شيء ذكذا اللي هي الاشتراكات customer deposting for a future service اللي هي الفلوس التي تجيها من الخدمات قادمة في المستقبل سبب التعديل اللي قاعد يصير ان unearned service revenue recording annulability account فهي تصير مرة كثيرة ف are now recognized as a revenue of service performance بس انا لش اعدلها لانه مرة كثيرة وانا اعتبر اني سويتها فتعتبر revenue تعتبر ارادات مقابل الخدمات اللي قاعد تسويها فعشان كده انا سويت عديل الحسابات اللي وش يصير لها قبل ان سويلها adjustment before the adjustment اللابلتي تكون مرة عالية overstated والrevenue تكون مرة قليلة under stated يعني كأن ما عندي ارادات كافية هل غلط مرة انا قاعد اشتغل اخش هاي الadjusting entry كيف نسوي راح نسوي دبت للابلتي عشان نقللها وراح نسوي credit للrevenue عشان نزيتها نقللها نزيتها حلوين تمام كده نكون خلصنا learning objective 2 نجي learning objective 3 preparing adjustment entry for accrual حلوين تو كنا عند نوع اللي قبل الحين نجي ل الاستحقاقات ف adjusting entry حق laccrual طبعا طبعا خلصنا different قبل شوية الحين accrual laccrual اللي هو يعني receivable يعني أنا كأني كأني استلمت يعني سويت الخدمة أو قعدت وتخلمت laccrual بدون ما أدفع أو بدون ما أستلم فلوس يعني ما عندي فلوس ف laccrual are made to record the following ليش سوو عشان نسجل اللي يجاي أول شي revenue for service performed but not yet record laccrual اللي سويناها بس الحين ما استلمنا عليها فلوس تسمى accrual revenue والaccrual expense هي اللي توقلناها but not yet paid or recorded at the statement يعني المصاريف اللي تكبد علي بس للي ما دفعت أو سجل فنجي الأول نوع اللي هو laccrual revenue اللي هو الإرادات المتراكمة علي قبل لنسوي لها تعديل قبل لنسوي لها adjustment ال asset وال revenue كل هم التفعيل كلهم نازلين كلهم understood لا أنا اللي سجلت revenue لا أنا سجلت إرادات لي ولا أنا اللي سجلت لي فلوس أني عندي cash أو عندي assets فكلهم understood كلهم قليلة فعشان كذا حنا قاعدين نسوي adjustment الشيء ثاني يقول أن adjusting entry for accruid revenue result اللي قاعد يسوي result حقه رح يصير increase يعني account and increase للrevenue فبدأ بدأ بدأ منها revenue رح نسوي لها credit زي ما تشوفون اللي بال income statement اللي عندنا revenue عشان نزيده رح نسوي لها credit واللي statement of financial position عندنا الاسد عشان نزيده رح نسوي لها debit حلوين حلوين فهنا يقول لنا أن revenue and receivable are recorded for unbuild surface يعني سوه هذا 10 نوفمبر cash received standard saved خلنشوف توقع في example حلو في example فهنا الانتري عندنا زي ما قلنا الاسد رح نسوي لها دبت عشان يزيد والrevenue رح نسوي لها credit عشان يزيد الاخر و الrevenue example عندنا يقول لنا في اكتوبر الشركة preformed surface worth 200 that were not built to client on or before اكتوبر 21 يعني ان في شهر اكتوبر سووا خدمة بقيمة 200 ما بعد اصدروا لها فاتورة للعمين لا في 31 اكتوبر ولا قبل 31 اكتوبر ليش لان surface were not built للحين لان surface هذه ما بعد اصدار فاتورة فما سجلوها ما اصدروا الفاتورة فما سجلوها يقول لنا how do you adjust for accurate revenue كيف تعدل revenue زي ما قلنا راح نزيد الاسد عندنا اللي هو راح نزيد الاسد وراح نزيد اللي هو account receivable وراح نزيد service revenue فنجي نشوف يقول الاسد اللي هو account receivable راح يصير لانكريز بقيمة 200 بما اني سويت الخدمة بس ما استلمت يعتبر account receivable والrevenue service راح تزيد بقيمة 200 انترى هذا كنا نسوي كله قبل اذا تذكرون فنسوي زي ما قلنا دبت عشان increase الاسد ونسوي credit عشان increase revenue وزي ما تشوفون حساب account receivable سونا على دبت فزادت بقيمة 200 والrevenue سونا على credit فزادت بقيمة 200 صارت 10.6 هنا يقول اكرا والrevenue collection collecting اشان تنطق collection صح اكزامبل هنا شون نحصل مثال على الاكرا والrevenue المستحقة يعني يقول النوفمبر 10 الشركة رسيبت كاش جاها كاش 200 زي ما تشوفون هنا الكاش زاد صار لدبت صار لدبت قيمة 200 والaccount receivable صار لكريدت يعني قيمة 200 طبعا هذه ما تعتبر adjusting entry تعتبر عادي transaction علي ليه لانا adjusting entry ما يدخل فيه كاش ما نلعب بالكاش حلوين حلوين فالaccruid revenue summary هنا يقول ان الاكزامبل عليها اللي هي interest الرنت service اي فوائد اي ايجارات اي خدمات كلها تعتبر عن طلي على الاكرا revenue السبب اللي عشان نسوي فيه التعديل ان service prefer but not yet received in a cash or recorded ان انا اديت الخدمة لكن الحين ما استلمت الفلوس كاش او سجلت فقبل انسوي الادجستمنت راح يكون الاست understated والrevenue understated فبعد ما اسوي الادجستنج انتري كيف اسوي الادجستنج انتري كيف اعدل اسوي دبت الحساب الاست فيزيد اسوي كردت الحساب الربينيو فيزيد طيب طيب الحين نجي للنوع الثاني اللي هو الاكرويد اكزامبل اللي هي المصاريف اللي نستحق يقول لنا قبل انسوي adjustment قبل انعدل بوث اللابلتي and الاكسبنس are understated يعني كل اللابلتي نسيت اللفل دي اش يا الله دقيقة التزامات كل الالتزامات وكل الاكسبنس كل المصاريف عندي قليلة فانا في الان adjusting entry for according example resulting in increase راح اسوي عشان اسوي تعديل راح اسوي increase في الاكسبنس يعني راح اسوي لها دبت واسوي increase في اللابلتي يعني اسوي لها credit يعني راح ازيد مصروفاتي ومسؤولياتي حلوين حلوين ليه يعني انا لحي ما دفعتها اساسا حلوين فكذا قاعدة في الهوة ليش انا خلاص لازم احط انه عندي مسؤولية قاعدة في مسؤولية زايدة فنفس الوقت interest في شي ثاني salary and wages طيب حلوين عندينا مثالين عليها في الاكسبنس الاكرويد اكسبنس اول شي interest اللي هي الفوائد طبعا هنا تكون فوائد متراكمة علي افترضوا ان الشركة هذه وقعت على على وقعت انه sign a three month not buyable in the amount of 5000 in October 1 يعني وقعت هذا مذكرة المدة ثلاثة اشهر مستحقة طبعا مستحقة الدف بمبلغ 5000 متى في واحد اكتوب هذه النوت require الشركة انها تدفع interest and annoy rate of 12% يعني تطلب هذه المتذكرة من هذه الشركة انها تدفع فائدة بمعدل سانوي قدره 12% فيقول how do you determine the interest to be recorded كيف تحدد الفائدة اللي واحد تسجلها وhow do you create the adjustment for accrued interest for the month of October كيف تنشأ ترديل على الفائدة اللي تتراكم متى عليك في اكتوبر فنرجو نشوف اول شي عندنا part الpart الاول ابطلع accrued interest اللي هي الفائدة المتراكمة علي فاقول ان ال راح اقول ان الفيس value of note كاملة اللي وقعت عليها سويت عليها sign قيمتها 5000 تمام بضرب بضربها بال interest اللي عندي المعدل اللي عندي interest rate فراح اقول 5000 ضرب 12 طبعا كده 12% او 12 كده اذا بدأ نضربها في time time in term of one year بما انها سنة واحدة فيعني راح نضربها بواحدة على 12 او نقسمها على 12 او طول فنطلع ال interest اذا ال interest راح قيمتها ضرب معدلة المعدل الفائدة اللي عندي ال rate على السنة او كم المدة 12 شهر فطلعت لنا بقيمة 50 حلوين للشهر طبعا فنجي نقول الشهر اكتوبر انا بال interest عندي ال accurate interest راح راح تصير راح اشي سوي راح ازيد عندي لابلتي بقيمة 50 وراح ازيد ال interest expense اللي المصروفات بقيمة 50 فراح اسوي دبت لحساب ال expense عشان ازيد بقيمة 50 راح اسوي credit لابلتي عشان ازيد بقيمة 50 وزي ما تشوفون هنا كانت ال interest expense فاضية فلما سويت ال debت صارت عندي 50 فزادت وال interest viable لما سويت لها credit زادت عندي بقيمة 50 النوع الثاني من ال اكرويد اللي هي المتراكمة اللي مستحقة فيقول الكمبانيز pay for some type of expense such as employees and salary and wages after the service have been performed يعني هم تدفع شركة مقابل للعمال اللي اشتغلون عندهم الموظفين اجور بعد ما يسوون خدمات فهنا معطيني example في المثال عندنا هنا يقول assume at October 31 the salary and wages for these three days represent an accruid expense and related ability to يعني 31 October assume ان السلع و الو و حق هالي ثلاث ايام لمن دفعت حق تعتبر مصاريف مستحقة ومسؤولية متصلة في الشركة عفونا متصلة في الشركة فيقول the employees the employees received total salary and wages of قيمة 2000 for five days work or 400 في day يقول ان الموظفين يستلمون 2000 الكلة خمسة ايام هم يشتغلون ها في الاسبوع او او انهم يستلمون 400 لليوم يقول they have بيد on October 26 so l-accruid salary and wages in October 31 are 1200 يقول لنا كيف تسوي adjusting entry for l-accruid salary and wages طيب هنا يقول لنا ان ترى الرواتب المستحقة اللي تعتبر اللي تعتبر expense ولي تراها بقيمة 1200 كيف طلعنا 1200 قلنا انها 400 وضربناها بال3 ايام اللي هنا قالوها وين هي 3 ايام هم قال 3 ايام وي هذي 3 days ضربناها طلعت لنا 1200 لذلك ايش رح نسوي شوفوا في ال income statement salary and wages expense رح نسوي لدبت عشان يزيد وفي financial position salary and wages buy bill رح نسوي لك credit عشان يزيد حلوين فهنا ايش سوينا يقول لنا the expense salary and wages expense increase بقيمة 1200 ولا يبل برضو increase بقيمة 200 فهما سوينا لهم credit و debit و شغلنا زي ما تشوفون هنا في دافع لهم وهو قبل 4000 هذه شفتوا هنا هذه الأي يومين هذه الأسبوعين الخمس أيام فهو دافع من قبل فهذه 4000 حقا يوم 26 يوم 31 صار عنده expense بقيمة 1200 و salary and wages buyable زادت بقيمة 1200 لأنه صار على عاطقة 1200 لازم يدفحها للعمال حلوين فبرضو على example نفسه يكمل يقول أن كل أسبوعين تدفع الرواتب تمام the next bay day in november 9 اليوم اللي بيدفعون في يوم الدفع الجاي هو 9 november when the company will again again pay total salary and wages قيمة 4000 للواحد the payment constant of 1300 1200 of salary and which is viable in October هذا October 31 plus 2800 اللي بيدفعونها حق باقي شهر نوفمبر اللي هي سبع أيام اشتغلوا فيها بنوفمبر اللي هي راح نضربها بأربع خلش أوريكم إياها هنا هم يستلمون 2000 الكل خمسية و 4000 كل عشرة تمام فهم الحين اشتغلوا 4 عشرة يام اللي هي 3 من اكتوبر و7 من نوفمبر تمام فقبل يوم سوينا adjusting entry سوينا debit و credit debit لل expense و credit لل buyable وضبطنا الأمور بعدين لما ادفعوا لهم راح نسوي debit لل salary and budget buyable تمام ليش نبغاها تقل بقيمة 1200 حلوين هنا خلو وليكم السلري and budget buyable بقيمة 1200 اللي سجلتها هذيك ثلاث ايام اللي ما دفعتها خلاص راح تأني الحين دفعتها وال salary and budget expense برضو راح أسوي لها debit يعني راح زيدها بقيمة 1200 وال cash راح سوي credit بقيمة بالكاش فالسامري حق الاكروود expensive expenses الاكزامبل عليها ال interest rent وال salary ال reason عشان نسوي التعديل هذا ان expense have been anchored but not yet paid in a cash or receive يعني ان المصاليف قاعد تتكبد عليها بس الحين لا دفعتها ولا سجقتها عشان كذا نسوي adjustment الاكاونت before adjustment الاكسبنس كان understated يعني اقل من المصرفات اللي فعلا هم قاعد يصرفها واللابلتي برضو اقل من المسؤوليات اللي علي فلما نجي نسوي adjust entry قلنا نسوي debit للاكسبنس عشان نزيد وكريد للابلتي عشان تزيد فهين عندنا تذكير لل adjusting entry اول شي قول لنا adjusting entry should not involve debit or credit cash اذا شفتوا cash اعرفوا ما فيها adjusting evaluate whether the adjustment makes sense يعني هو يعني يعتبر يعني انت قيم اذا هو التعديل منطقي بالنسبة لك او لا يعني for example an adjustment for recognized supplies you should increase لازم نزيد supplies expense فلو ما زدت يعني فيه شي مو منطقي طيب double click all competition يعني برضو تحقق مرة ثانية من جميع حسابات عشان برضو تتأكد اربعة age adjusting entry effect and statement of financial position and income when of financial position and when of income statement هنا summary حق basic relationship يعتبر مهم مرة عشان تفهمون ويصير عندكم هنا differential وهنا acro لا توقع حق لا حفظتهم differential اللي هي عندنا prepaid expense before adjustment عندنا asset overstated مرة عالي لأنهم دافعين لي بس أنا مثلا طيب الاسد يكون مرة عالي والexpense مرة تكون أقل من اللي هذا لأن أنا مثلا عندي expense للحي ما دفعتها دافعتها بس للحي ما استخدمتها زي الانشورنس يعني مرة عليه asset كثير اللي هو prepared insurance بس الاكس أنا مو قاعدة أصرف شايفه ليش أنا عندي insurance مرة كثير وأنا مو قاعدة أصرف فمن المنطقين راح أسوي ل adjusting بس عشان والله فال adjusting entry هذا هو نسوي دبت لل expense و credit لل asset or contract contract asset اللي هو accumulated النوع الثاني كان under earned revenue اللي هي اللي revenue اللي اللي للحين ما كتسبتها الغيرادات غير مكتسبة يعني فاللابلتي كان overstated كم مرة كان علي مسؤولية بس الrovenio عندي under state مرة قليل وهو عكس مفلول فرحنا سوينا سوينا على ما بال يدفعون أو على ما بال هذا سوينا دبت الحساب عفوا على ما بال أنا سوي الخدمة سوينا دبت على حساب اللابلتي عشان تقل وسوينا كل الrovenio عشان تزيد بعدين عندنا ال accru revenue اللي هيني اقدم الخدمة بس ما اخذ حق هالحين اللي هي رح يكون الاسط عندي مال understated والrovenio مال understated ليش لاني قبل لا اسوي before l-adjusting يكون اني ما سجلت لا اني account receivable ما سجلت هذا فلما اسوي adjusting رح يكون اسوي دبت للاثود فاسوي دبت لل account receivable وزيد 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 القرود expense قبل l-expense understated والlability understated يعني زودا على اني ما دفعت وكريدت للبلت عشان يزيد ها وواكزوا ان هنا كانت هذه over وهذه under وهذه over وهذه under هذا في النوع الاول كانوا معاكسة اما في الثاني كلهم understated وبس هنا لما سوينا كل شي صار عندنا جورنل جديد باسمه G2 هو تابع طبعا بس هو يعتبر بعد ما سويت الانتري فهنا مكتوب adjusting انتري موضح وبدأ سوى كل العملية تشوفه كلها مرتبة كل اللي سوناها قبل بعد ما سوينها طبعا هو خاص بال adjusting بس فما في الا adjusting لاحظوا ما في كاش ما في اي شي غير adjusting بعدين امسكه الحسابات اللي صارت وراحوا لل جورنال لرجرد وسووا اضافوا ال adjusting وحطوا البالنس حقها زي ما تشوفون هنا مثلا في لما سووا adjusting entry في 1500 شوفوا البالنس قل عندنا عرفتوا لاش احنا قاعدين نسوي بس كذا نكون خلصنا ال learning objective 3 الحين رح نبدأ learning objective 4 اللي هو describe the describe the nature and purpose of an adjusting trial balance nature اللي هي طبيعة صح اي وصفة طبيعة والغرض من adjusting trial balance نجي لل adjusting trial balance and financial statement هي توضحنا او تولينا البالنس حق ال all account include يعني زيادة عليها اللي سوينا لها adjusting قبل شوي ليش ليش كذا عشان proves the equity عشان تثبت المساوة of the total of the debit balance and the total of credit balance زي ما نعرف and the after all adjustment بس عشان نثبت انه شغل صح يعني ف primary basis for the preparation of a financial statement هو يعتبر زي الاساس يعني لهذا فانا نجي نجي نشوف ما علينا مادي وش يتغل الاخيرة بس خلني نجي نشوف adjusting trial balance زي ما نشوفون بعد ما سوينا trial balance كلها وطلعنا للجرد وكل شي واخذنا بالانس نجي نرتب بهم فزي ما تشوفون اللي ما جاها adjusting موجودة عادي نفس ما هي وكل شي اللي صار لها adjusting شوفوها اللي بالأحمر صار عندنا account receivable وصبليز 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 insurance الاكوبمنت depreciation لاحظوا ان الاكوبمنت ما تغير بس صار في عندنا هنا زيادة اللي هو credit عندنا ال interest viable كلها موجودة وسوينا وتأكدنا انهم صحيحة فعرفنا انهم تمام اهم شي في ال هنا لا تنسون هذه الاساس لا تنسون ان الترتيب يكون من الاكثر سيولة من الكاش تمام اول شي عندنا الاسس شوفوها الاسس بعدين عندنا عفوا هذه اسس فلا اكتبها عشان بتأخذون الصورة اسس بعدين عندنا لابلتي وين الى وين الى هنا بعدين عندنا الايكوتي بعدين dividends بعدين اللي هو ال income statement اللي هي ال revenue بعدين هنا كل ال expense فهذه ترتيبها تمام بعدين عندنا عشان نسوي preparing financial statement بعد ما سويناها adjusting اهو شي نحتاج نسوي income statement زي ما تشوفون عندنا trial balance اروح واخذ منها ال revenue احطه هنا واخذ ال expense كلهم واشوف التوتل حقهم اطلع ال net income بعد ما اسوي ال net income اسوي retained earning statement اتأكد هنا retained earning كم كان صفر فانزله رح اضيف لها net income اللي هنا وبعدين اشوف اذا فيه dividends فهنا فيه dividends رح انقصه من retained earning رح يطلع لي retained earning في هذه الفترة بعد ما اخلص من هذه رح اضبط financial statement position اول شي ال asset طبعا financial position عكس trial balance من الاقل سيولة الاكثر سيولة فهزي ما تشوفون equipment هنا العكس هذا بعدين الاكثر سيولة اخر شي اللي هو الكاش بعدين الايكوتي واللايابلتي وخلاص كذا كنت طلعتها طبعا زي ما تشوفون اي كلها تمام اوكي حلوي وبس كذا نكون خلصنا اتمنى اتمنى ان شرحي واضح وكافي ووافي اا انا اخطأت فمن نفسي من الشيطان وانا اصبت فمن الله اا الله يوفقكم جميعا ولتون سالي من دواتكم من سلام موسيقى